اي واحد جاء عرضي يدير فرماسيون في الطايلوند على تداول العملات يقلس الارض مئة وثمانية وخمسين مغربي ومغربيا مختطفين محتجزين من طرف ملشيات مسلحة في الحدود ما بين طايلوند وميانمار فقط ساعتين ونصل عندك دير راحة ونلأس في النهار كامل سبعتاش الساعة يومياً غتقلسها بالززع لي قدام الباسم بالززع ليك غتنصب على خوكي في من صبوع ليك ما بغيتيش غيقلقوك بأصداف غيضربوك غيعدبوك بل غيسعقوك بالضب أما إلا فكرت يتهرب فرا غيقتلوك أولا غالبا غيقطعو رجليك باش تبقائب برا اللي يفكر بحالك هكدا كان تصريح ديال فدو أخت أحد الضحايا واللي في تصريح الإسبريس كتقول باللي اخوها عندو 25 نحن كان خدام في التجارة الإلكترونية ومقيم في دوباي مؤخرا جاء عرض عمل مغري في الصين براتي بطالح جاء المغريب في عطلة صغيرة ومن هنا امشى للطايلاند فعلا كيقول باللي استقبلوا ذاك شي فيا عايب بالفنادق واللي عجبك من بعد قالوا لي باللي غتركب مع الشيفور على أساس غيديه الصين وتما غادي ترى ما لم يكن في الحسبة غيتفاجأ من اللي القرصو محتجة في كامباون مجمع سكني واللي كتحرصو ميلشيات موسيلة فدوكا تقول باللي اخوها من بعد الاحتجاز ديالو بقى على تواصل معه كيهضر معهم بوحد تليفون اللي هم معطوه لي ولكن من البعد من اللي عرفو باللي خرج الهضراء من اللي عرفو باللي خرج اسم المجمع وعطا تليفونات بعد المسؤولين تما الأسرة ديالو هرسو لي هتيل علقوه ضربوه عدبوه وصعقوه حتى بدوه هذي اخبار اللي وصلت العائلته من واحد المغربية اللي احتهيت منها واللي وللأسف حتى هي من بعد غادي ينقاطع خباره تماما بحل الأخ ديال فدوكا ما غاديش يبقوا بيناتهم اتصال معها هذي ربع شهور فدوكا تقول بلي الأخ ديال هاته من شهور هذي هو محجوز حسب الجريدة العائلة ديالو قدمت شكاية اختطاف في مراكش والأخت ديالو جهت نيداء لمديرية العامة الأمن الوطني وزارة شؤول خارجية والتعاول إفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج وحتى الهيئات الحقوقية باش يتحركوا اللي تحرير المغاربة المحتجزين في الطايلو خصوصا وأن العائلة كتقول بلي الشاكة بلي الإبن ديالها تقصد حيث من بعد ما خرجات هاد الهدرة الوسائل التواصل الاجتماعي خصوصا لانستغرام وتيك توك كتقول فدوكا بلي ديكسا عقا على المغاربة بدوك يعدبوه كيف مما كتقول بلي قبل كان وصلها خبار بلي مغاربة توانسا أفارقا ختفوا فجأة ومعرفوش اجدرو بيوه هاد شي اللي عاوت لكم كامل هو اللي جاغل البرح مقال إسبريس وانا الصراحة هادي كاتر جو كنت بغيت ندير فيديو ولكن بقيت متردده حيث معرفش شو شفتو كان خرج واحد دريف ستوريات واللي بان دابب اللي واحد من الضحايا وهدر على هاد الموضوع كيبان أن بزاف اللي ما تيقوش حكم أنه داز نهار دست يومين دست تلتيام وداشي واحد ما خرج يهدر في الموضوع وانا الصراحة هاديك ساعة صفت له ميساج وكتليه هاش واقع هاد شي بشجوبي اختي فاميليا او الله اختي تتنقول الحقيقة علاش بنادم ما بغيش اتيقنا راه والله تشدينا هادو مكين اللي خرجنا منهن راه ملقيت جهد اختي عيت منصبة حتى مبقيت قادر انهار عطوني التليفون حاولت نوصل الهدرة بأي طريقة ودرت ستوري واشف نظرك انا غند حكم الدولة هكارة ما يمكنش الوالدة بيديها مشت للصفارة مشت للوزارة كل شي خدام ولكن والحد الأرة ما زال حصلة هنا راه معايا دراري وبنات مغاربة كنت طلبوا الله يشوف من حن وراها كنت اكتت ولد اخر وانا الصراحة كنت كنت انتظر منو يعطيني كتر ميمن اللي يجاوب غيرها كم حدود الصراحة مهتميك كنت كنسين منو شي داليل المهم شوفت الوالد الوالدة اللي عنده علم بها الموضوع ممكن نقى نكتش البست لكي نقول لكم اسم الدياله متوصلت معاه وصفت لي هات استوريات اللي كان يعوده قادر قاعدة خاصة الياطارية ما في اول استوري يقول انه امتع معلومات محدودة ارا خاصني انهضر على الاقل نقدر انهض واحد ولا يوجو من هات البلان اي واحد جاء عرض مشي يدير تايلوند على تداول العملات يجلس الأرض ما يغروش العروض ما تغروش الفيزا ديال الطيارة حيث مباشرة من اللي غ تخرج من المغرب رغم ما يخليوك اشترجع لي انا مخي حبسوا الدري كي يعود لي البلان طيجي وعفك نقدرون اتقوا بزاف ديال الدراري والبنات اللي غيغرهم العرض ديال الطيارة والاقامة فابور عبد الرحمن في البروفيل دير صحفي كي يقولون ما قادرش نستوعب البلان لدابا الصحفة العربية ما دوتش على هادش يمكن انا اول واحد غنخدم عليه لنقدر نقول لكم الحد الساعة اردوا البال من اي اغراءات جاتكم باش تخدموا على بره باش تسافروا على بره واخا تكون كيف ما بغتكون اراها بشكوك في امرها بغتصفح اول حاجة بغتتعرف واش فعلا كين بلايص بحال هكا قلبت في جريدة السيوية على هاد المنطقة ميانمار القات هاد المقتطف واللي كيقول داخل مراكز الجريمة التي تدينها الصين في ميانمار التي تخدع العالم يمكن نقلك هنا من شكوكو الى حديقة كيكي يتخلل النهر مجموعة من المؤسسات الاجرامية قاصية التي تشكل الحدود بين ميانمار والطايلوند يتحدث الناجون الذين تم الوقوع في الفخ بهم بعقود عمل شرعي عن الاتجار والتعديب واجبارهم على الاحتيال على الغرباء في الانترنت بوصف حكا تقولوا على حساب ما فهمناه واللي قال للدري انهم كيوهموا اشخاص يمشيوا على اساس يعلموهم التدول يخلصوا عليهم الطيارات يخلصوا لوطين وكل شيء ولكن من اللي كيوصلوا كيدخلهم الواحد لمنطقة اللي كيوللوا فيها ملزمين ينصبوا على الناس بلانترنت عبد الرحمن كيقول كان عارف اشخاص اللي مشوا برجليهم من الموت راه يقدر اي واحد مني يكون في بلاستو ما عارفش كيفاش نقدر نعود ليكم حتى أنا براسي عندي معلومات قلة ولكن ضروري نبرتجي هاتشي وما كتهمني اتشي حاجة من غير ان كل واحد يكون واعي ويواعي الناس اللي يضيريني كيقول بره عبد الرحمن غاديستعمل هاد الاسم كاسم مستعار احمد الواحد الشخص اللي كيقول كيعرفوه مزيان ما غاديش نقول الاسم الحقيقة ديالو ماش نحميه لحقاش هو والحد الان ما زال مسجون في احد مراكز التعديم والتهريب والاحتيار فقد حريته تماما ما بقاش قادر يرجع للبلاد وعمره غادي يرجع اي محاولة باش يهرب غايقطعوه رجليه باش يكون العبرة الالاف الاشخاص اللي وقع لهم نفش التفاصيل غايعاودها لكم احمد براسو كنت كنت تتركل في الفيسبوك كنت نشوف بزاف ديال القصص ديال الناس اللي ولوا اترياء من مجالات بحل التداول والفوركس والكريبتو كنت انا بغي نولي بحلهم بل يتعليق ديال واحد الشخص اللي كيبان انه بغي يتعاون معانا مش يعلمنا في هاد المجال ونوليو احنا عدنا الفلوس وعايشينا الرفاهية سيفتليف الخاص دويت معاه ثولتو كيفاش درتين تتتعلمتي هاتش قال لي انهو اطلقى دورات كوينية في الطايلاند مع واحد الشركة اللي كتعلم عباد الله وهنا عرفت بلي هاتشي ماشي ديالي انا ما لقيته باش نكبير عاد باش نمشي ندف طايلاند وندير فورماسي خلص الشركة باش تقريني ذك شي اللي قتلي هو قال لي اللا را ما غتخلص تريال كل شي على حسب الشركة طيارة لوتيل الساكن القص وكل شي حاجة وحدة اللي خاصة هي الرغبة باش تعلم وهنا لقيتها فرصة هاتو عوض وثلت انا بغي نسجن عطاني الرابط دخلت فيه المعلومات ديالي وتوكلت على الله ذاس 24 ساعة ووصلت معايا واحد البنت الواتساب باش تكون فيرمي معايا واش فعلا عندي رغبة انني نتعلم واخذت المعلومات اللي غدي خصوها عطيتها صورة من جواز صفر ديالي وثولاتني في حالة ما واش بغيت نمشي ببوح دي ولا ندي معايا شيدرالي صحابي ذاك شي اللي درت علم ثلاثة ديالي صحابي داروا نفس ذاك شي اللي درت اللي بالنتعاوناتنا طعتنا التذكير ديالي الطيارة بربعانة للماليزيا ومن الماليزيا غدي ناخدو فيزا باش مشوا لطايلان تماما ركبنا في مطار محمد الخاميس في كازا الماليزيا مباشرة تدولوا الواحد الفندق فاخد دو وزنات ما أسبوع كانت سناول فيزا ديال طايلان طلعتنا السيمانة كاملة زهو وضحك وضوران وذيك الشركة كانت تكلفت بكل شي موراها جا واحد السيد من دوك الناس اللي تكلفوا بنا وطلب منا باش نستعدوا الواحد الرحلة باش نزوروا واحد المنطقة اللي معروفة بالطبيعة الخلابة صاق بنا الطموبيل شستاشر ساحتانا الدنين لأسف طريق مالي فقنا لقينا رصنا في واحد البلاسة حالشي قاعد يدعس كري عامرا ناس هزين سلي وعينهم كاملين مجبدين باينا مشي ماليزين ثم الصراحة نخفت دخلنا لديك البلاسة لقينا الأغلبية دي الناس في وجهه كدامات على وجههم أطار ديال الضرب والجرح وكي اللي مقطوع عليه رجلي وحنا من وجهنا مصدمين مفاهمين وان الصراحة أنا مصبرتش بشي تسولت واحد أخونا في الحنا وذاك شي اللي قال لي خلاني بصدمة بقيتش قادر نوقف على رجلي حنا في واحد المكان اللي باش تقدر تعيش فيه لابد من أنك تكون مجري ومجمع مراد في الاحتيال تهريب تعديب وكي حتى للتجار مشاريع الناس اللي محبوسين تما بالززع عليهم محبوسين باش ينصبوا على الناس في الانترنت الناس تما بايلي يأس في وجوه وقاع الجنسية مغاربة تايلوند اندونيسيا تايوان الهند وجنسيات من جميع أنحاء العالم خدمتهم هي يستهدفوا ضحايا باش يدولهم رزقهم عبد الرحمن كي قولت رحت سؤالة علشنو كتربحت الشركات كنمودش لقيت باللي كيدخلوز بالادي الفلوس من مواقع إلكترونية مزيفة من ديور التداول والمجنادين بحال أحمد خدمتهم هم يجيبوا ضحايا باش يدخلوا في صفقات يحطوا فلوسهم كاملة ومن موراها يطيحوا ذاك الموقع ويطيوا فلوس عباد الله وفي حالة ما أحمد ولا واحد من المجنادين مبغاش يدير هاتش فراكي الحرمال من الأكل والشرب ضرب وحتى الصعق الكهربائي الصفحة كتقول بلي المعلومات قليلة حتاش الضحايا رافضين يتجاوبوا أو اللي يعطوا معلومات قل لك خاصهم ما يبينوش لدوك اللي خطفين هون اللي رعايقين بيهم واخاهم ما رعايقين بيهم الدلالي كيفكروا غيف روصهم باش متوقع لهم شي حاج رافضين يعطوا معلومات حتهم مفضل فيا اللي غتخليهم يفكروا غيف روصهم عبد الرحمن كيقولوا والحد الآن سبعادي الأشخاص اللي عرف ربط الاتصال بجوج بطريقة غير مباشرة تيقول ما عرف شعلش كيدوي ومعايب واحد الحاضر اللي كبير بحالي لشي واحد مراقبهم بحالي لشي واحد واقف عليهم وحاضيهم عبد الرحمن كيقول راه والله ما كان جيب هادشي من عقلي عافكم أعطوا أهمية لهادشي كمية الضحايا اللي غادي يطح فهذا البلال راه ما يمكنش عافكم وردوا بلكم إلا ما كانت شي حاجة قانونية ما تمشو فيه راهما كي انتشوا واحد يدين لك فيزا توريست يخلصوا عليك الماكلة والطيارة واللوطين غير هكا كفابو أرهما كيتقبل هاش لأردوا البالو الصوعة شلانكم صحابكم واخوتكم يردوا البال راهما كي لاش تيقع عافكم نشطوا هاتشي باش يكون في خبار كل شي ملمور هاتستوريات كيقول باللي وصلوا ميساج من عند واحد لبنت وكان ضررها بزاف منكم اللي غايكون طاح في هاد البلال مؤخرا ديال واش تمشي فورماسيون طايلون خصوص هاتشي ديال التداول المهم هاد البنت كتقول شفت ستوريات ديالك هاتشي ساعتين وقيت غمصتو موكان بك والله قبل غيبشي سيمانة دخل الانستغرام كانت تفرش فيديوهات صلع لي فيديو على التداول سولت فيه ودخل عندي واحد دري قال لي أختيكي ديرها لابس عليك شفتك مهتمة بهذا المجال ويقول لي غي فوضل قال لي كتقرأي ويقول لي عندي لك واحد لارد غا تعطيني أشرة لفدرهم وغا نقعد لك فيزا نخلص لك الطيارة جيل تايلون أنا غادي التعلم يقلره بزاف ديال الناس اللي كان عاونوه ومن بعد إلا بغيت تخدمي معنا دفعي لماستر ديال قرأي هنا ونلف له مقر ديالنا في الصين هدرا اللي كتبان معقولة وبطريقة زعمة احترافية اللي عجباتني الفكرة مشيت قلتها لدرنا أعطاوني فلوس ورطلي الباسبور وصفي كنت غادي يركب من مطار رباط حيث هذي كيام دينتي المهم ديره باش نمشي نهار ثلاث بالصدفة نهار ثلاث فقط ماما مع آذى الفجر فقط كتبكي وجاتي عندي قلت لي ها الصخط هار رضينا مشيت قلت لي بنتي حلمت بيك كتتخشي في برميل فيه المخضر طايب كتخرجي لحمكي تقطرب حل الشمع كترجعي كتجمعي كي عاودو يخشي وقتين قلت لي ما تمشيش وبقات مسكينة كتبكي كتبكي بزاف صارة جات صافي قلت ليها صافي ما نمشيش علمتو قلت لي صافي را ما غادش نمشي فالولا نهار معايا بآدب قال لي ما شي مشكل غنعطيك وقت باش تقنعي الواليدة ديالك عطيني نهار معا الواليدة ديالك من البعد من اللي عارف باللي ما مني شو باللي ما غادش نمشي ويخسر معايا الهدب انا عارفة باللي طولت عليكم ولكن حاولت نبرتجي قاعدك شي اللي كان عندي في هذا الموضوع وبغيت نوصل للرسالة كيف مما بغيت ويكون سبب في أن واحد أول لوحدة كان غايتزرف سمع الفيديو وحفظه رب الله يدير خير لهد الناس اللي يتم ارجو الفيديو باش تعمل فائدة كات معكم فاميليا السلام عليكم